تمر أيام عيد الفطر لكن الحرب لم تتوقف فالأنباء الآتية من الضالع أكدت استمرار المواجهات بين الجيش وميليشيا الحوثي في ظل تاكيدات عسكرية عن تحرير مناطق جديدة المقاتلين بعيد الفطر المبارك خلال أمس الليل وأول أمس كانت تدور المعارك في جبهة حجر بالضبض يعني لكن اليوم القواتنا تشين هجوم قوية على عناصر الحوثي في منطقة هجار وفق الموقع الرسمي سبتمبر ريت فإن قوات الجيش بإسناد المقاومة الشعبية سيطرت على مناطق في مديرية الأزارق جنوب محافظة الضالع بعد هجوم مباغت على مواقع ميليشيا الحوثي في قرى الرباطة وترصة الهجوم السريع للجيش كبد الميليشيا خسارة كبيرة في صفوفه بين قتلى وجرحة وأكدت مصادر محلية فرار عناصر الحوثي باتجاه مناطق تابعة لمديرية ماوية بمحافظة تعز في مديرية قعطبة كثفت مدفعية الجيش نيرانها على مواقع للميليشيا الإنقلابية في منطقة الفاخر ما أدى إلى تدمير عدة آليات عسكرية بالتزامن مع غرات جوية للتحالف على تجمعات للحوثي أسفرت عن مقتل عناصر قيادية في الوقت الذي أفادت فيه مصادر محلية استشهاد مدنيين نتيجة قصف جوي على منزل سكني في مديرية الحوثي وهو ما أثر سغراب مراقبين على استمرار التحالف في تكرار هجماته العسكرية دون الالتزام بالقوانين الدولية الخاصة بقواعد الاشتباك ترجمة نانسي قنقر